مغلق لمجلس الأمن يدرس توصيات الأمين العام للأمم المتحدة بنكيمون بالسماح بنشر بعثة من 300 مراقب في سوريا مدة ثلاثة أشهر وقعت دمشق ممثلة بنائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد والأمم المتحدة ممثلة برئيس الوفد الفني الجنرال جوهاء بهيشت اتفاقا أوليا بشأن آلية عمل المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار في سوريا يكون أساسا للبروتوكول بين الجانبين ويرعى عمل البعث الموسع على الأرض ويهدف إلى مراقبة ودعم وقف العنف المسلح بكل أشكاله ومن كل الأطراف وهو يأتي في إطار خطة أنان وأكدت وزارة الخارجية السورية أن هذا الاتفاق يأتي في سياق الجهود السورية الرامية إلى إنجاح خطة أنان وتسهيل مهمة المراقبين ضمن إطار السيادة السورية والتزامات الأطراف المعنية فيما أعلن المتحدث باسم المفد الدوليكو في أنان أن مكتب أنان يقوم أيضا بمفاوضات مماثلة مع ممثلين عن المعارضة بشأن واجبات مجموعات المعارضة المسلحة ومسؤولياتها تزامنا زار فريق المراقبين الدوليين مدينة درعا مرة ثانية في قدون يومين حيث استقبله أهلها بهتافات مناهضة للنظام وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن إطلاق نار كثيفا من القوات النظامية واقع في مدينة الحراك في درعا بعد خروج المراقبين منها الشعب يريد رسلات النظام فيما نقل التلفزيون السوري صورا لجولة الفريق وحديثا لرئيس وفد المراقبين العقيد أحمد حميش نحن نقوم بجولتنا في كل سوريا ونحاول إن شاء الله أن نتم مهمتنا الارتباط بجميع السلطات السورية وبجميع الأطراف لكي يكون الارتباط لا بد من ثقة ولا بد من وقت لكي نعرف الأشخاص في هذه الأثناء أعلنت الصين أنها تدرس إمكان إرسال مراقبين إلى سوريا وفيما تستضيف باريس اليوم اجتماعا دوليا يضم أربعة عشر وزيرا للخارجية بينهم هيلاري كلينتون يتناول الوضع في سوريا أعرب وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبي عن أسافه على عدم تلبية روسيا دعوة لحضور هذا الاجتماع دعوت شخصيا السيد لافروف إلى حضور الاجتماع ولكن للأسف روسيا تستمر في نظرة تعزلها أكثر فأكثر ليس عن العالم العربي فحسب بل عن المجتمع الدولي أيضا أما وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف دعا المجتمع الدولي إلى بذ كل ما من شأنه أيضمن نجاح خطة أنان وانتقد اجتماع باريس هذا الاجتماع لا يتعلق البتة بالبحث عن أرضية للتوصل إلى حوار سوري داخلي بل على العكس فهو يسهم في تعميق تناقضات بين المعارضة ودمشت وكان لافروف قد أجرى مباحثات مع نظيرته الأمريكية هيلري كلينتون بشأن سوريا وذلك على هامش لقاء وزراء الخارجية من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في بروكسل وفيما تدور التحركات الدبلوماسية في فلك لا تزال الأوضاع الميدانية في فلك آخر بحسب معطيات قدمها المرصد السوري ومواقع الإنترنت المعارضة التي عرضت صورا ظهر فيها التجدد القصف على عدد من أحياء مدينة حمص في حين أكد المرصد أن القوات السورية النظامية اقتحمت حي الطب في منطقة الجورة في ريف دير الزور واشتبكت مع عناصر من الجيش السوري الحر ما أدى حتى الساعة إلى مقتل مواطن وإصابة ثلاثة آخرين كما أكد المرصد مقتل ثلاثة مواطنين آخرين بإطلاق رصاص في بلدة يبروت في ريف دمشق وفي المقلب الآخر نقل التلفزيون السوري مشاهد لمقتل عائلة في حما على أيدي مجموعة إرهابية مسلحة قتلت الأب زكريا موسى الخليف وزوجته سناء السيد وثلاثا من بناته هم فاطمة ومريم وهاجر فيما تمكن الأطفال الثلاثة المتبقون من الهروب والاختباء في هذا الوقت دعت نساء العالم بينهن زوجات سفراء ونجمات سينما زوجة الرئيس السوري أسماء الأسد إلى الانحياز لأطفال شعبها الذين يواجهون القتل كما دعوها أن تطلب من زوجها ومؤيديه التوقف عن العنف الذي يمارسونه على الشعب